نحن مباشر على الهوى مشاهدينا مع راديو التتوين بتونس مع الإعلامي الزميل مجيد حدد وأيضا مع راديو فيوز بسوريا والإعلامي زميلتنا كارول فرح ومعنا أيضا صاحب الصوت الحنون وأغنية اللي بترجعنا لزمن الجميل تلميذ الموسيقار العملاك محمد عبد الوهاب بدنا نرحب بالنجم المصري إيهاب تفيق أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا بيكم جميعا وأهلا وسهلا بالمستمعين في تونس في كل مكان في تونس وإحنا على الهوى فيهم كمان في كندا في سوريا في تونس في أنحاء العالم الكل مرحبا بيك يسمعوا فيك كل كل أهلا وسهلا بكل المستمعين بيسمعوننا في كل مكان في العالم كله أهلا وسهلا بيكم مساء النور إيهاب ومرحبا بيك وتحية بطبيعة من خلالك أنت للشعب المصري عندنا برشا مستمعين في مصر يسمعوا فينا تحية لهم الكل أكيد أكيد ونرحب بيهم طبعا جميعا وبثناء لهم كلهم السلامة والسرحة والعافية والسعادة شكراً ورجعنا بطبيعة إيهاب توفيق بجديد جديد 2015 ومجموعة بطبيعة من الأسلة خنمشي الكارول فيوز أفام وأول سؤال باش يكون من عندها مجموعة هي من الأسلة وعندك برشة فانس عندك برشة جمهور إيهاب ما شاء الله رب يزيد يا أخي من الجمهور الكبير الله يخليك الحمد لله يا رب الحمد لله أول شي نجيد بتي رحب الفنان إيهاب توفيق وبي رحب بكل اللي عم يسمعونا بتونس بكندا بسوريا بكل أنحاء العالم العربي والعالم هلا أول شي أنا حضرت له هيك مقدمة صغيرة للفنان إيهاب توفيق أخذت من هيك عنوانات الألبومات طبعه طبعا هم كلمتين منوصف فيهم مليك الرومانسية هو حبيب القلب اللي وصل مرسيل العشاء معه وعد الليل بكل حب طملنا قلبنا وقلنا أنه حتعدي ولما قت بظروفها عاتبها وقلها يا سحراني ليل الخصام أنت أحلى منهم أنا بحشة الدنيا ورسمتك أنت والأيام الحلوة حبك علمني أقول أنا قدك يا أمر الليالي يا أحلى ثمرة وحيفضل ميسيطر بكل إحساسه وأغنيه النجم إيهاب توفيق يسعد مساك أهلاً أصلاً أهلاً شكراً على المقدمة الجميلة والتركيبة الحلوة من أسماء الأغاني اللي غنتها أهلاً دي أول سؤال بدي أسألك يا فنان إيهاب شو الاختلاف الحالي بين إيهاب توفيق 2015 وإيهاب توفيق من بدايتك من تسعينات في تطور في كل حاجة زي ما يكون في تطور في الأغاني في تطور في الموسيقى في تطور في الزوء بتاع الناس في بعض الاختلاف فإحنا مع كل فترة بيحصل فيها أي اختلاف أو تطور لازم بنبقى ماشيين معاه بنفس الخطوات عشان ما نبعدش عن الجمهور طبعاً كمان نجمة من عارك وبيعرفوا كل محبينك حضرتك كمان دكتور بالموسيقى يا ترى أحلاء حالياً لما بتختار أغانيك بتختارها بستماشى مع النمط الحالي الموسيقى ولا بتحاول تحافظ على نفس الرتم اللي ماشي فيه والله في بعض الأحيان بيبقى فيه شكل معين الواحد بيحتفظ به وفي بعض الأحيان بيبقى فيه تطورات لازم بتحصل لازم الواحد يمشي معاه عشان يبدل يعني متواصل مع الجمهور الأكيد الأغاني والزوء اللي كان موجود في أوائل اتسانات مختلف شوية عن الفترة الحالية والمستمعين الزوء بتاعهم شوية اتغير والشباب اللي بيظهر جديد الزوء بتاعه في اختيار الأغاني والاستماع للأغاني والموسيقى برضو بيتغير فلازم يبقى فيه تطور معهم ولازم يبقى فيه التغيير في الشكل اللي يلائم العصر اللي احنا فيه دلوقتي برضو مع الاحتفاظ بالشكل اللي واحد بيغني بيه الاحتفاظ بالكلمة الجيدة للانتقاء الجيد للكلمات والموسيقى والتوزيع لازم الواحد يبقى فيهم بشكل كبير جدا عشان دي اهم حاجة في بناء بتاع الأغنية ان يكون فيه كلمة جيدة ورح نحل بطبيعة مسيرة كبيرة ليهب توفيق مسيرة فنية يعني من الأعمال اللي بقت راسخة في بالجمهور ومع الأعمال الجديدة ومع الألبوم هذي الجديد وفهم ألبوم يعني احنا كنا نحكيه على الأغاني منذ قليل حتى في الكواليس عندك أغاني يعني ما شاء الله حتى عدد المشاهدات على شبكة الانترنت فاق العدد الممكن العادي هذا يحسب لك إيهاب بالنسبة لك انت في السنوات الأخيرة فعلا انه تم يعني عرضوا عليك أعمال سينمائية سواء أفلام ولا مسلسلات لكن العام هذية في 2015 تم عرض مسلسل في بداية 2015 تم عرض مسلسل عليك في الفترة هذية هل انه وافقت وإلا ما زلت إيهاب على العرض هذية والله ما زلت يعني الموضوع بتاع التمثيل هو مش بيمثل بالنسبة لي الأهمية الكبرى للواحد ممكن يعني يركز فيها قوي ولكن هو يعني اهتمامي الأول في الموسيقى والغناء قبل أي حاجتين لو ظهرت حاجة بالنسبة للتمثيل أو للمسلسلات أو للأسلام اللي هي تشد الواحد قوي وتخليه صعلا يفكر في الحكاية دي لازم تكون حاجة متميزة جدا وإنتاج وشركة تكون من الشركات المعروف عنها اللي هي بتستخدم الشغل فاعها بشكل كبير جدا عشان الواحد يغامر بالمغامرة دي ويفكر فيها الفنان إيهاب توفي نحنا كتير ساعدين إنك معنا اليوم على هوا بدأسألك فيه شي مرة زرة كندا والله زرة كندا مرات سكيرة جدا ورحت من من كندا في الشمال وفي الجنوب وفي الشرق وفي الغرب رحت على تورونتو وموريال وأتوا وإدمنتون وهدفات عين تأخذ مرة زرة تورونتو يمكن لا بقالها فترة طويلة يمكن أكثر من خمس سنين ما جيتش على كندا وإن شاء الله في الفترة اللي جاية في أول تور نكون فيه في أمريكا أكيد لأنه عندك جمهور كبير هون بيحبك وبحب عطول يشوف جديدك شو آخر أعمال شو جديد إيهابته فينا نعرف أكتر والله الجديد دلوقتي إنه فيه ألبوم حضرناه أنا بقالي فترة طويلة ما أصدرتش الألبومات كان فيه أغاني سنجل عملت الفترة لفاتت فيه أغاني جديده بعرفتها اسمه حيفضل مسيطر عاملة ضجة هذي عاملة ضجة كمان هون بكندا حتى في تونس الحمد لله أي في تونس يا إيهاب عاملة ضجة في تونس يعني إيهاب شو كويس على الطريق بشكل كويس الحمد لله طبعا إن شاء الله في حفلة في كندا قريبا إن شاء الله أكيد بدنا يكون فنان إيهاب تفيق أنت مثقف موسيقيا شو رأيك بالفن حاليا والله هو سؤال صعب قوي دلوقتي إن الواحد يجاوب عليه ولكن أتمنى من كل الفنانين اللي عندهم زخيرة كبيرة من الأعمال الفنية وزخيرة كبيرة من الجمهور اللي بيحبهم إن هم يفضلوا ملتزمين بالأغاني الجميلة وبالكلمة اللي ما تاخدش يعني زوء المستمعين ويحفظوا على الأغنية العربية وشكل الأغنية العربية بالشكل الحلو اللي دايما نتعودنا إن احنا نسمعوه أكيد اسمك الفني مين أطلقوا عليك فنان إيهاب توفيق أنا اسمي إيهاب أحمد توفيق والاسم الفني في لقائي مع الأستاذ عبدالوهاب هو اللي قال لي إنه يبقى اسمك إيهاب توفيق ومن وقتها مش الموضوع عليك إيهاب توفيق وهذا اللي يعرف عليك طبعا جمهورك إنك إنسان متزن جدا إنسان خلوق حتى تعاملك أيضا مع الصحافة في مصر ولا في البلدان العربية تعامل جيد جدا وراقي جدا وخلي نشوف جمهورك جمهورك لأنه الإعلان عنده أيامات يمشوا عندك جمهور وعندك مستمعين على فيوزة فهم ما هك مجيد كنا عم نحكي قبل شوي عن العملاق الكبير محمد عبدالوهاب طبعا بداياتك فنان إيهاب أول بالمرحلة الأولى طبعا ومتذكر بسنة التسعة وثمانين لما غنيت أول مرة قدام محمد عبدالوهاب من غير ليه يا ترى هلأ بالألفين وخمستعاش إذا بدك تقدر تغنيه مرة تاني بتغنيه بنفس الطريقة اللي جنيتها في عام ٨٩ ولا بتحس إنه هلأ تغير إيهاب توفيق تغير أسلوبه تغير ممكن الطريقة اللي ممكن يغني فيها لما حنتكلم عن أغنية عظيمة زي من غير ليه وعلى عملاء كبير زي الأستاذ الكبير محمد عبدالوهاب يبقى الالتزام في الألحان اللي عملها والالتزام بالكلمات اللي عملها والالتزام بالشكل اللي هو عمله لازم يكون ضرورة ولازم يكون سمة من استماد بتاعت الأداء في الأغنية دي ما ينفعش إن نغير على الفيض عبدالوهاب ونعبل عليه في الألحان أو في الطريقة اللي غنى بيها الأغنية أغاني عبدالوهاب يعني حاجة من التاريخ ما ينفعش الواحد يغير في التاريخ أنا معك بس قصدي إنه هل بحكي كان بي قبل بدايات نجاحك قبل الشهرة كنت لسة بالبدايات هلأ بالـ 2015 طبعاً أنت متربع دايماً الأنقام الأولى بكل الأغاني فهذا اللي أصلت بسؤالي إنه بتغنيها بنفس الطريقة مو غير بالألحانة وبالتاريخ بس ممكن بعد النجاح مش بالشهرة لا لا مش هيكون فيه تغيير نفس الأداء ونفس الطريقة اللي كانت بتغني فيها من سنة تسعين لغاية النهاردة ما أعتقدش إنها هي ممكن يكون فيها أي تغيير لو أنا غنتها كل يوم يعني حيكون فيه تغيير في حلية معينة في طريقة أداء في حاجة بسيطة جداً ولكن الاحتفاظ بالهيكل العام بتاع الأغنية والشكل العام بتاعها مش ممكن يكون فيه أي تغيير كمان فيه سؤال كتير عم يجينا وحابين كتير المستمعين بسوريا إنه يعرفوا إجابته دائماً لما منذكر اسم الفنان إيهاب توفيق الكل بيقول إنه هو الفنان المتميز الفنان المختلف يلي ما بيقلت حدا ولي ما حدا بيقدر يقده شو السر؟ والله السر الحاجة زي كده ممكن لو فكرنا شوية نقول إنه النبرة بتاعة الصوت أو الخامة بتاعة الصوت متميزة يعني أي حد يسمع صوتي وأنا بتكلم أو وأنا بغني بيعرف إنه دائها فاوفتة دي حاجة من الحاجات يعني مش بتبقى موجودة عند ناس كتير إنه يبقى فيه تميز في الخامة بتاعة الصوت أو في النبرة بتاعة الصوت فدي حاجة ربنا بيديها للواحد ودي نعمة كبيرة الحمد لله هيدا هو تتلون وتتأقلم إذا الواحد بقى ما حادش بيعرف يقلده أو حاجة زي كده دي أنا مقدرش أحكم عليها لكن لما الناس يسمع صوت إيها بتوفيق ويعرفوا إن دي صوته من غير ما يذكر القس يبقى الحمد لله دي هبة من ربنا للواحد يعني يسعد بيها جدا إن هي موجودة الحمد لله نعم ونعرفك إنك غنيت إيرك زي على الرملة لأغنيات تونسية هذية غنيت بتبيعها باللهجة المصرية ميرنا تغشت علينا ميرنا غنى بالتونسية أنا زعلاني ما غنيت لبناني يا إيهاب توفيق ليه فينا نعريف خلاص يا ميرنا يلا عمللنا ديل أو اتفاق نعمل أغنية لبنانية ومعنديش مانا خلاص يلا بينا خلاص لكينا وأنا جانز أغني على تونس حبيت الفكرة نعم كرار عمقوله كمان بالنغنية سورية افتكرتك هتقولي عايزين أغنية كنداية عشان بتكلمي من كندا ولا إيه في كارول أيضا تحب اللهجة السورية غنى بالتونسية غنى بالمصري علش لا إن شاء الله تنوع اللهجات لأنه ضروري جدا اللهجات تتنوع حسنا الله كارول الفكرة حلوة إنه الواحد في كل ألبوم كده ممكن يعمل أغاني متنوعة بلهجات عربية إحنا في الأول وفي الآخر كلنا عرب وإذا الواحد غنى بالمصري والأغاني كلها بتبقى اللهجة المصرية معروفة بالنسبة لمعظم الأكثر العربية وكل المستمعين بيحبوها ما فيش مانا أنه في الأيام اللي جاية إن شاء الله نفكر نعمل أغاني بلهجات عربية مختلفة غير اللهجة المصرية إن شاء الله تعرف يمكن لو غنات بغير لغة يمكن لأنه تعودنا عليك بالمصري يمكن لما تغير ما حنقود نحب بس نحن على جميع الأحوال نحبك كيف ما غنى هاو إيركزي عراملة إيركزي عراملة الأغنية اللي غنىها باللهجة التونسية واللي ضربت برشة 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 في تونس أما أنا حبيت نسأل إيهار الأغنية هذية أخذت منك برشة وقت إنك تحفظها وخاصة أنا باللهجة التونسية لا بالعكس ما كانش فيه وقت طويل أنا سجلتها في ليلة واحدة يعني ما أخدش الموضوع أكبر ما شاء الله يعني ممكن نصف ساعة ولا ساعة لربعة بالكثير يعني أنا ابني بتتلم بالتونس كويس وزورت تونس كثير فحافظ اللهجة وبعرف يعني أبقنها كويس فما كانش فيه صعوبة أبدا في أداء الأغنية الحمد لله الحمد لله وتحيي بطبيعة من خلالك السوفيان الجمل اللي نحييه تحية هو حاليا في الإستماع تحية لي بطبيعة اللي خلينا نتواصله معك الله يخليك الله يخليك أنا كمان برسله تحية كبيرة لأخيك سكرا شكرا تفضل كارول ما زلوا عندها طبعا برشة تحايل لأنه حتى نعرف المساجات اللي توصل الكل اللي عندهم من مستمعي فيوزة فام ماشيت المساجات عنا كتير كتير ما بعرف إذا بقدر أقولها كلها ولا لا وكلهم عم يرحبوا بالفنانيها بتوفيق كلهم بيحبوه طبعا كل ألبوم بينزل دايما بيكونوا عم يسمعوه وفي كتير مساجات عم تجيني وأنه عم بيقولوا كتير مشتاقين إن شاء الله بس تحسن الظروف عنا نحضر حفل للفنانيها بتوفيق لسوريا يا ريت أنا بتمنى بإذن الله فأقرب فرصة أكون موجود معهم تاني أنا غنيت في أماكن كتيرة في سوريا وفي مهرجانات كبيرة وكتيرة جدا في أماكن كتيرة وفي محافظات كتيرة في سوريا فأتمنى بإذن الله يعني في الأيام اللي جاية ربنا يهدي الحال ونرجع نروح للسوريا البلد الجميلة ونتقبل مع الجمهور العربي الكبير الموجود هناك في سوريا إن شاء الله إن شاء الله يا ربي إن شاء الله وميرنا حبت على مقطع لايف نحبه بما إنك موجود معنا إيهاب الليلة على الهوام وبشرة من أنجح الأغاني اللي ضاربه وميرنا تحب منها مقطع البكر شوية ذكرت هي الإسم أنا وياها حتى في الكواليس من شوية الصوت في لايف دائما عنده نكهة خاصة أكيد في عنا هون جهلة عربية كبيرة مثل ما بتعرف بتورنطو بيحبوا يسمعوا شي تهديهم شي على زوء أكلك كل الجالي العربية بتورنطو عبر برنامج أسك ميرنا اللي بيطلع على روجرز تيفي الكندية إذا بتفضل بتسمعنا شي تشتيع زوءك كفنين إيهاب توفيق يعني هقول لهم حاجة من الأغاني اللي بيحبوها واللي عملت نجاح كبير من أول ما تغنت لغاية دلوقتي وفي الحفلات دائما بيكون من الأغاني الهت المطلوبة دائما نقول لهم الله عليك يا سيدي سلام الله عليك يا سيدي ألبك د Bertals تي إيدي الله عليك يا سيدي ألبك د ب Bert получилось وانا اللي بيكباري انا أنا وبعمر انا شاري انا أنا وانا اللي بيكباري انا أنا وبعمر انا شاري أنا أنا بس أنت بالدار والله عليك يكون فيه لقاءات مباشرة دايماً معاهم ونتواصل معاهم ويكون فيه تلفونات مباشرة نقدر نسمع الجمهور مباشرةً ونتحاور معاهم بإذن الله إنساء الله تحية كبيرة جداً وأنا وبسوط جداً أننا يعني موصل لهم صوتي دلوقتي وبنتحاور معاهم من خلال الإزاعة دلوقتي شكراً اللي خليكم نعرف أنكم عملتوا أغنية سكراً إمارات هيك الأغنية ثلاثي كنتوا فيها ظهر لي عملنا أوبريت سعلاً شكراً للإمارات والشعب الإمارات وإن شاء الله بصدد عمل مجموعة من الحفلات والأغاني اللي نشكر بيها كل الدول العربية والشعب العربي والحكومات العربية اللي وقفت وقفة كبيرة مع مصر ومع الشعب المصري ومع القيادة السياسية في مصر في الظروف الصعبة اللي كانت بيتمر بيها مصر في السنين اللي فاتت فلازم الإخوات لما يكون ما بينهم حب وموادة ويقفوا جنب بعض ويكون إيدانهم في إيدان بعض في الظروف الصعبة بالذات لازم كل واحد فيهم يقول الثاني شكراً ولازم الأخ لما يكون يقف جنب أخوه يتقلوا شكراً في الآخر بعد كده فنان إيها بتملك عدة ألبومات وكذلك ألبوم ديني شو هي رسالتك بالعموم؟ والله الرسالة إنه في الأغاني العادية إنه يعني نوصل الرسائل اللي الناس بتحتاج إن هي تتواصل مع بعضها فيها زي الأغاني العاطفية زي الأغاني الدرامية نعرف الجمهور العربي والشعب العربي هو بطبيعته شعب في أغلب الأحيان شعب مسالم والشعب بيحب المعاني الحلوة والكلمات الحلوة والمشاعر الحلوة فمن خلال الأغاني اللي بنقدمها لازم يبقى فيه التواصل ده في الكلمات اللي بنقدمها وفي الألحان وفي الأحاسيس اللي بنقدمها في الأغاني رسائل بنوصلها للناس أغاني بنغنيها للمناسبات الدينية أغاني في حب الرسول على السلام أغاني كمان ممكن لما الواحد يغنيها بتعبر عن المحبة وعن السلام مش بس للمسلمين للمسلمين والمسيحيين كلهم بينادوا في السلام فإذا غنينا أغنية بتنادي عن السلام والمحبة فالمسلمين بيحبوها والمسيحيين بيحبوها وبيسمعوها هنا وهنا مش معنى أن أنا بغني أغاني دينية فلازم تبقى للإسلام فقط ولكن هي تبقى رفايل من المحبة والسلام وأدينا كلها بتنادي بالسلام وبالمحبة وبالتعاون وبالأخوة أن الواحد يغني أغاني بالمعنى ده فكل البشر في كل مكان في الدنيا يعني أعتقد أكيد بيحبوها هل بعد أغانيك بنعرف كلها أغاني رومانسية وعاطفية بتكون منقولي عن حياتك الشخصية ولا بس أغاني عامة تم تكون؟ والله أكيد مش كلهم بيبقوا فجارة فحياتي أغاني أغاني عشرين أغاني دي فيهم فجارة في حياته ده أنا عملت حاجات أكيدة أول كم مرة يعني فينا نقول كيف حياتك بدنا نعرف عن إيهابته في حالة غرام لأنه أكتر يتم نسمع هيك مثل مأسات وحزن وهاكي أنت كيف بعادة بقيامك العادية كيف حياتك العاطفية فيها هيك أسس ولا بسي للغنى والله الزمان ممكن يعني لو حسبت كده نقول يعني عشان ما يبقاش الواحد يعني بيبالغ في العزة هم مرتين يعني ومشيها مرتين بقى ومشيش مرتين إيه وهلأ شو وضع الحالي لكل اللي عند يسمع ويهدتوا فيه بدون يعرفوا شو وضع الاجتماعي الوضع الاجتماعي متزوج وعندي ولدين وبنس أحمد ومحمود ونورين ربي خليهم ويفضلهم الله يتحمي لك يا رب الله يسلمك الله يخليك إيهاب توفيق إنساء الله قريبا ننشوفوه في تونس إنساء الله ترجعنا في تونس إن شاء الله أيضا تكون حاضرة معنا في كارتاج الفانس اللي يسمعوا فيك الليلة الكل بطبيعة أنا لما وقت اللي أعلنت إنك تكون معنا عديد المكالمات عديد المساجات عديد الكومنتيرات والتحاليق الناس الكل تحبك إذا باش نذكرهم تحبنا وقت الناس الكل هذو ما بالاسم أنا باش نذكروهم فجمهورك الكل أنا بشكرهم كلهم على السخة الكبيرة دي وعلى الدعم الكبير اللي بيقدموه لي والكل الفنانين اللي بيحبوهم وبتمنى إن شاء الله نتقبل معهم فعلا في كارتاج مهرجان كبير من أهم المهرجانات في الوطن العربي كله وكان لي الحظ والسعادة الكبيرة إن أنا تقابلت مع جمهور الكبير في تونس في كارتاج وفي كل المهرجانات التونسية اللي بتقام في نفس الوقت مع مهرجان كارتاج يعني غنيت عدة مرات وبرشة مرات والحمد لله في كل المرات كان بيبقى الحضور كبير جدا 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 وبتمنى إن شاء الله في الأنسان اللي جاية القريبة جدا وللإزاع عندكم وللإزاعات يعني يعني في وقت إزاعات أول أغنية في الإزاعات المصرية أو في وسائل الإعلام المصرية حتكون في نفس ديوم إن شاء الله تكون موجودة معكم وتزاع من خلال الإزاع عندكم بإذن الله في ناس ما هيك مقطع صغير من أي جميع بيحب يغالينا يا الفنان إيهاب توفيق بصوته على هوا لأنه السوريين يكتير مش رائعين لصوته العيب ممم ملهم شي في الصيف يا قلبي يا صيف ملهم شي في الصيف يا قلبي يا صيف ياللي ما شابه منك كبير كل شيء طيف والله يعوض علينا والله يعوض علينا باللي يفرح علينا باللي يفرح علينا واللي يا حبيبي يجينا يدوينا ويصيح يدوينا ويصيح ملهم شي في الصيح الله شكرا كتير فنان إيهاب كل السوريين بيحبوك ونقاطي لنا كبيرك إن شاء الله قريبا منشوفك وبتعمل حفلات لايف وبنحضرك شكرا كتير لإلك ألف شكرا حبيبي ألف شكرا ربنا يخليك فنان إيهاب توفيق من برنامج لما على الأفقام ومن برنامج مش أسكميرنا منتشكرك إنك معنا اليوم ومبسطنا وساعدين كتير إنك كتير معنا على الهوى إن شاء الله بنشوفك قريبا بي كندا وبتورنطو تحديدا شكرا كتير إلك نورتنا الليلة إن شاء الله مزيد من التوفيق مزيد من التألق مزيد من الإشعاع النجمنا نجمنا المصري نجمنا العربي إيهاب توفيق بحبك يا أسمراني بعد شوية إن شاء الله باش نسمعه الغنية هذية إن شاء الله نشوفه قريبا في تونس في كرتاج 2015 بإذن الله مع تحيات فيوزا فام مع تحيات ميرنا بطبيعة أسك ميرنا وراديو تطوين الليلة اللي حيوك الناسي لكل شكرا إيهاب شكرا لكم وإن شاء الله نتقابل دايما في أصعب الأوقات وتحياتي لكم وتحياتي لكل الجمهور العربي في كل مكان وتحياتي لمصر